35 سنة شاب يعمل من قلبه إجملنا هذه المهنة لحداً كبير بالعمر انت بتاعني كثير من حديد انت بتاعني الأمل، انت بتاعني الحب، انت بتاعني الإيمان انت بتاعني الوطن، انت بتاعني الوطنية انت بتاعني كثير، انت مش عارف قيمة حالك أكثر وكثير من حديد وقراد اشتركوا في القناة موسيقى رفعت الأنطار من 200 بلشت من بعد ما تركت المدرسة علامته بالمروج عند المعلم جوزيف دير موسيقى موسيقى وانت بتاعني الوطن وانت بتاعني زبون والحمد لله انت بتاعني العلم تعرفني وكله طبعاً نعمل كل شيء عديد زراعي كل شيء عديد للحجر مناجي، الفرريع، بلطاط كركيش، معيوي، مراكيش كل شيء خاص بالزراع سكا كفلاحة والحجر بنعمل شوائي في عدة الحجر الشحوطة، الدبورة، البيك، الطرطبيك، الطنبر هذه السامي يمكن ليس كل العلم تعرفها بس أنه كل هاي بستعملوها من ايام جدودنا الهلا في عنا سيوفي، سكاكين، السواطير كل شيء عدة لحمة للحجر 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 للمنزل للبيت فيه ناس بتيش بتحط شيء على تحف مثلاً بيطلب خطاعة مميزة نعملونيها العلم بعدت هذه المصالح الأديمي ما عاش فيه حدا يتعلم كله على الوظايف وعلى السفر ما فيه عندنا مقومات ببلدنا لهذه الأشغال وانا تعلمت ما كنت عارف عنه شيء خبروني عنه حبات الفكرة ومعلمي صراحة معلم جوزيف بلو حدي وهو تبع لي مسيرتي والحمد الله ماشي الحال يعني اتعلمنيها وهلا بتمنى لو كل الجيل هاي اللي طالع يرجع للأرض يرجع للأشياء اليدوية اشياء الصناعة بحاجة نحنا بلدنا لهك مصالح كنا عم نعمل هول حربات هذه للدربزينات وللحماية تبقول البوابات المنازل بجيبولنا إياهم ونحنا بنعملهم إياهم بهاي الطريقة العربية بيسموها دق النعر وفيه عندنا قم نحمي بلطة بلطة صغيرة هاي نحنا محل العصاية وهي اللي بدا تصير شفرة متل هاي اللي على الأرض هاي من شوية عملنيها بعد سخنة هاي بكل بس تخلاص الاختمال في رفعة القنطار كل شي محلوم عليه رفعة القنطار هي مطالع منهو أكس كاميون كل شي خردواتنا هنا منستعملها يعني كل شي بلدتال للكب هذا الشكل كتير مهم يعني اليوم حدا عنده حديد ما بيستعملوا جيبهم ريسايكلنج نستفيد منهم انت ما تكذبهم ما يروحوا بالمكاب لا نحنا نعمل منهم فساد فراعات مثل هول موجودة فراعة في منجل بحبة كتير هيدا طفولة كلها بهذا الشي يعني لا ملوح أن يطلع بالحرش إلا ما مش معقول خفيف فاضي من جوه انتو مشيين بشيل على على بوجانب نعم تعرف نحنا هول يمكن نشتهروا بطن انجالي مضبوط هادي هادي هاي الأساس كلهم هادي بزيت الخبريين وشو وين هاي إذا حدنا نجاء لك بدأتعلم بتعلموا أكيد بتعلم هدى عمرك عمري رح يزيروا 5 سنة 35 35 سنة شابه يعملوا من قلبه بدأنا هذه المهنة لحدا كبير بالعمر انت بتعني اكتر من حديدا انت بتعني الامل انت بتعني الحب انت بتعني الوطن انت بتعني الوطني انت بتعني كثير انت مش عارف قيمة حالك اكتر كثير من حديدا نحن مهمنا انه بحب أنا شغلت بالأساس بحب هاي الوصلة يعني اتعلقت فيها وانا مع الطبيعة ومع الزريعة ومع العالم الطيب بتخيل لك شاف هيك هلقت فيه طالب بالطبيعة جاي بالفراعة مولع نار حاطة حديدة منعملي هاي بناخد خروف بنشويه بناخد ملايه معزوك السؤال هلق برا اش مانس عطالب شفوت هيك محل بي نحن متخيل كمان فلومي هيك اشياء بتخيلت مع الحصان تعمل منهم؟ صراحة هادي مش مش مطلوبين منها هادي الاشياء لان ما في عنا خيل وهيك ببلادنا هم ما بستعملون يلا رجوع الطبيعة اذا احدا بدو اجري الحصان تعملوا اللي بدو نحن من ده اكيد اشتغلها اكيد شوفي عندو احدا قطعة بدو يعملها بضايعه بدو يعمل مثله نحن منطبقها هاي تعمل برمي سوا ونشوف احلى قصص بالمحال بحبه منطبقها هاي اللي بده تظبيط بده تجليس وطلب فيها بلطة من هان تكون فيها بلطة في واحدة هان مثلها نحن عملين مثلها بعدها يعني في عندك هاي البلطة بتصير تضرب فيها من هان بتشيل الحطب ومن هان بتشيل الحطب هاينا الشحالي اكتشي بيستعملوه لشحال الكارم او للحرش ريش المحصات من السيارات او من الفكعبات يعني كله حديد كله حديد اعادة استعمال ريسايكلين كله هؤل المحصات السيارة كاميون المحص ايه منشيل منها بتصير بها الشكل اوكي نجي نرجع من نفلشها هيك كله عاليد كله على الخبيط ما في مكانات اكيد كله عاليد بتصير نرجع نعمل عناس بمتل هاي يعني من هاي ايه من هاي لهاي ايه هاي هاي ونرجع من سنة لكن هاي هاي بتصير هاي هاي بتصير هاي هاي بتصير هاي هاي بتصير هاي وبيشيل أسرع بيكمشا لانحطا هاي 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 مولاد صافي ما ما بتفنه هاي يعني هاي تضل العمر كله هاي 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 بتصير 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 اوكي نعملها نعملها منها مهدي للعمر وكله تجليس كله هاي هاي كله هاي 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 ننزل ح raw هاي لا نزل حcendو هاي لا البيترول لانه هاي هاي نحن Biden هل هناك في البنان أو أخرى؟ أخرى من أخرى هذا من أخرى هذا أخرى أمريكي وهذا ما لدينا نحن لدينا غير الحطب هل ما أعطت الحرارة هذا؟ هذا وهذا ما أعطت الحرارة؟ مع بعضهم؟ نعم مع بعض من خلطهم يأعطوا كلهم سواء يأعطوا شيء الحرارة كيف تصل؟ الحرارة تصل إلى الألخ اليوم سعكي عندك شيء أحمر نحكي بي ألف ترج أنت الحديد ما فيك تدوبه فيك تجلسه لا تدوب ما فينا ندوب أنا لو فيني ندوب كنت بعمل العجائب يعني أنا في عندي بشيل من الطبيعة معادة بس لو فيني ندوبها كنت أعمل في قطعة مبتفنة شو بده بده؟ مكانات زيادة؟ بده معامل بده معامل لا تدوب لا تدوب لا تدوب لا تدوب لا تدوب لدينا هذه الشواحيت يسمونها هذه الشحوط الحجر لك أين هي؟ هذه للمعمار جيه هذه ينقشون فيها الحجر مثل الشعير البواب مثل المزنبر يسمونها في البحث فرعات كل الأسات فرعات معك فرعات معك كل الشي فرعات مثل هذه اليوم ما دي حقه؟ فرعات مثل هذه في 30 دولار 30 دولار نعم تجرب أصبعك؟ واو منجأ ايش؟ نعم نعم رائع كل بايت في البنان كل البيوت فرعات فرعات طمانجل عدة الجنين كل العدة كلهم موجودين هنا كلهم عملي هنا كم سنة تشتغل؟ صارني 18 سنة 18 سنة بالمصلحة وهون؟ وهنا صارني 14 سنة 15 14 سنة رائعا هيدا سيف المعلمي عمله وصاه واحد على سيف لمعلمي وجاب له الرسمة تبعه وقال له أعملي سيف عمله إياه بعد بده يعمله المسكة تبعه وينجله إياه ويعطيه إياه هيدا هدية لواحد بده يهديه إياه هدية الحديد هو أنواع في طاري وفي قاسي وفي وسط عسب نحنا عصاوته عسب الشرقات البولات يجب أن تضعه قبل أن تضعه أكيد لا يمكننا أن تكون حامي ويقبه 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 الحديد هو اسم كبير ولكن ما نستعمل أكثر هل هو بولاد هل هو ميتال متل هل هو كاست ايرن هل هو ميتال ولكن بولاد يسميه حديد لا يصبح حديد سيكون بولاد صافر في بولاد 60% و بولاد 70% كل نوع بولاد كل شيء علاقه بالكاميونت ويكون شيء قوي كل شيء بالمكانات كل شيء بالمكانات الأكيد الأكوسي كل شيء خاصه بالمدارات من جوه كل شيء خاصه بالدفرنسيالات كل شيء واللصف كل شيء ثم يقبه هل قامنا بذلك ويجعل مسكة مائل ويجعل مسكة مائل ويجعل مسكة ويجعل حلال ذلال بيأكل لقمته بيتعاد يمينو احرق الجينو بيسهر الحديد بطيلر منه تطع فيها مطلوبي للناس ها شتبترويا سهلا و سهلا شو عنات هاي ها شتبترويا كتير مبسوط فيك كتير مبسوط فيك كمان قبل شوية مش ضروري واحد يسافر في كتير وظائف حلوين في كتير وظائف عملنسية معرض علي على السوائد سافر وكانت بأثناء كنت 8000 دولار شهرية كنت هون الوضع تمام كنا نطايلها وتغيرت البلد كله وشبت كيف أنصرنا اليوم ناس رجعت على الزراعة لا أتذكر سافر لأن بحب هون سفرت على الخليج سفرتك محبات سوا هون أجمل بلد عندنا وخلص روحي هون الضائعة هون العادة هون الأجواء هون المغلي من البيت الكعكة من البيت المغلي من البيت انتو من البنج جبني نعم نحنا من البنج هل تعرف من أعظم ضياع لبنان؟ المتان هي مركز الأمراء اللامعيين يعني كانوا يسموها المونية تانية كانوا يتمنوا بالمني يجو عليها يسموها المتان شفنا بلدية هي ضاعة كبير مناخة حلو وواسعة كثيرا ثاني أكبر خراج في لبنان بالطمئة توصل لزهرية والزعرور تلوع والزعرور لجبل صنين لشمستار بالبعل موسيقى 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 بناس كثير بتفكر أن هيده بيعاملة معمل ومكنة كبيرة ويتكبسكة بنفسك هناك أشخاص الذين لا يعرفون أنه يأخذ الكثير من الأشخاص بالكثير من الأشخاص الذين يتعلمون هنا أعرفكم على أبنه لهذا الزلم العظيم لأنه لديه 12 أشخاص رفعت عمر 35 شاب لبناني مقامل في لبنان ويعمل هذا الأشغال لكل واحد منكم يحلم أن يكون لديه واحدة في بايتها أنا رفعت الأبضار المتين محلي حد ما درست السبس بشير عراف حي شير عراف يا أهلا أنا نطركم والذي أحب أن يتعلم فيه 71 60 91 63 ماش كبير أهلا أصلا